انا منش عارف نضحك ولا نندب. على شنو? قال لي سمعتو. يظهر لي في تاريخ البشرية اخر مرة واحد قال انا مع الشخص مهما كان. وفي تاريخ البشرية واحد قال احنا ضد الاشخاص ماناش ضد الافكار. يمكن عندي ثلاثة اربعمائة سنة. معنا ممكن. بعد ما تنحق قانون العبودية في العالم ما عادش اسمعناها لك لا بداء. انو فما شخص يقول انا مع الشخص مهما كان. يعني الاستاذ احمد ركنوك اليوم يقول انا مع الاستاذ قيس سعيد مهما كان. ما قل شكا ما بيسلش. ما هلا بيش كابتقولها. قيس سعيد هو فرد. هو فرد. فرد. سمحني سعيد. اسمع روحك واش قلت معي. هل التشجيل. واسمع روحك واش قلت. واذا كان انا نجل عليك قول هاتو في البوز. يحطولك تشجيلك. واضح واضح. اسمعو اذا كان قيس سعيد هو فرد من حرك خمسة عشرين. ما قلتوش هذة كلمة هاون قلتو. اخر مرة يمكن ناس معناها قالوا احنا رانا ضد الاشخاص. ما ناش ضد الافكار. معناها يمكن ثلاثة اربعمائة سنة اخرى التالي. معناها نحكو فيها. ما علينا. خلينا نحطوا الامور في ايطارها. وقت يتعاملت الاستيشارة. شاركوا فيها تقريبا ستة بثمانين الف جاوبوا على الاسهلة ذات الطابعة السياسية. تتعلق بنظام الحكم وتتعلق بالدستور وكذا. سبعين في المية منهم قالوا احنا مع تعديل دستور. يعني التوينسة اللي طالبوا بدستور جديد في حدود الاربع عشرين الف الاستيشارة. يعني سفر فاسفر سفر واحد في المية. متسع ملايين ومثين الف تونسي. بش نعتيك شيفر. معنا هشكون قاعد يحكي عليها الموضوع ذا. بالطبيعة التجربة بتاع بطل الشارع التونسي. انا عندي اشهر انا مشي في الشارع. عمري معروض ان يموات من تونسي يقلي بالله يا السياحات مرانا متقلقين في الدار على الدستور. ما زال محضار رشو ولا رأي المرأة متقلقة على الدستور. الحديث هذين بسمعته مرانة حتى حدادة. تعديل الدستور مطلب من تاسفر سفر فاسف. موجودين. مش معناها انه تعديل الدستور موش مهم. المسهلا انت على نار ذيا فالكسي صادقي يجير على روح. واضح اليوم انه انا في دي بالان دي سي. جبنا موضوع الهوية من اللول جبدو سي صادق موضوع الهوية من الهوية. موضوع الهوية مهمرة مش مش مهم. فيش مهم. كي كلمة الاسلام ودينه ها مش معناك يتحطها انت مش يدخلوا الناس افواجا الى الدين الاسلام وكما تحطها مش يخرجهم الدين الاسلامي. مش هديك. المهم هو الفورمولة التونسية في مسؤولية الدولة توجه الديل الاسلامي. باش نفهموه شنوه هيا. عندك مثلا رئيس الجمهورية لا يترشح الا من ديانة مسلم. نحيي ولا ما تنحييشو. عندك وزارة شؤون الديني. في التونسية مش وزارة شؤون الديني ورات شؤون الاسلامي. ما في هاش قسم يهتم بالديانة المسيحية ولا كذا. نحنا في الكلام نقول وزارة شؤون دينية. اما نعرفوها الي وزارة شؤون الاسلامي. ما فهماش حاجة اللي هي ديانة اليهودية. قليات الاخرى مش قادرة تلاحيي بهم. لك السؤال مش تلغيها ولا مش تخليها. الوزارة هذي. الاعياد الوطنية التونسية. عنا عياد وطنية وعدية دينية. العياد الدينية في تونس عياد مسلمية رأي. عنا عيد كبير وعيد صغير وعيد المولد. ما نحكي على العياد متاع الصفح ولا ما نحكيه ولا ما نحكيه. رغم اللي في فرنسا اللي هي دولة لايكية ما يستعرفو كان بالاعياد المسيحي. مسيحي. رو بش نفهمه. الحاجة الاخر عندك مثلا منتزها قامار تبع رئيسة الجمهورية تخليه ولا ما تخليش. ان المسئوليات العليا بال الضباط العاليين في الجيش. احنا في تونس ما نقولوش ومش مكتوب الكلام. ولكن ما يخلوهش عباد من ديانة غير مصنعة. العرف. العرف موجود. انا مش في بيليسي الصادق بالعيد مش يجبد الحكاية هذي. خطر هذا هو الديشكوسيو على شنوه. انك هل ترى مش تخلي كل الاجراءات الدستورية والقانونية اللي موجودين ولا مش تلغيهم. اتفاجأت انو سي صادق بعد بنهارين قال لا لا مش نقلوه من بلاسة نحطوه في التوطئة. يعني يخرج من الفصل الاول ويبدأ. واضحة انو الحكاية سيتابالون ديسي وجماعة منقوش. جابوا من بعد بحكاية الدستور زي طابع اقتصادي. خرجت المغرب تسعتاشن فاصل مقترحين. كيتقرة تسعتاشن فاصل مقترحين. ثم سبعة منهم موجودين في الدستور القديم. التملك والتنقل. ثم سبعة منهم اخرين موجودين في قانون المالية. مهم مش بلاستهم الدستور. اللي تعرض الدولة في قانون المالية. تعرض دولة يلتزم القانون المالية كذا كذا. سيلا. وثم فاصل يحكي على مركزية ميش بلاستو غاديك. خمستاش. ثم اربع فصول مبهامة تحكي على الاشتراكي الاقتصادي والديمقراطي الاقتصادي والشركات الاهدي وضعات وكذا. دونك وبدأه واضح في النقاش العام. انه اليوم السؤال المهم. عنا زوز السلاح. تم سؤال مهم يتعلق بشنوة اوجه اختلاف الحقيقية بين الفين واربعتاش دستور الفين واربعتاش والدستور اللي حضروا فيه جماعة والمشروع الدستوري حضروا فيه جماعة. السؤال الثاني انا اللي يهمني. اليوم رئيس الجمهورية. يعني سمحني حاتم تحب تقول شنوة اللي خلي اليوم نمشي ولي دستور شديد. وشنوة النقاط اللي يلزم بنا نتوقف. معنا انا نعرف مثلا فما مواجمعيات في المجتمع المدني طاو قاعدين يخدموا في خدمة. شادين دستور الفين واربعتاش. يحضروا في رواحهم كي يخرج المشروع ذا. ومش يعملوا كروازمواليني بارليني. دكو. ويقول لك الفكرة هذي كانت موجودة او لمكانت. اش هذي تزادت هذي اضافت هذي تغيرت هذي كذا. وقت يولي عنا صورة اوضع علمية ودقيقة. شنو هو المشروع هذي. الحاجة الثانية. ما زال نقولها الرئيس الجمهوري. طو انتي اخرجت من القطور الدستورية لتعديل الدستور. بايو كيدا كودو تريني الجمهوري. قلت انا مش ناخذ تفويض شعبي على دستوري الجديد. سي قيس. ركت حبت اخذ تفويض شعبي. يزمك تجيب اربعة ملايين وستة مئة تلف وواحد نعم. اربعة ملايين وستة مئة تلف وواحد نعم. عنا تسعة ملايين ومئتين اكثر من ثمانتاشن سنة. قسمهم على ثنينجوة اربعة ملايين وستة مئة. زيدهم واحد. بايش تولي عندك الاغلبي. اذا جبت اربعة ملايين وستة مئة تلف وواحد نعم. وقتها نحكيه على تفويض شعبي باغلبي. حاجة ثانية. اهمية المشاركة في الاستفتاء. انا ما اهمنيش. انا مثلا قاعدت على الاستفتاء. انا قاعدت. انا قاعدت. غيرت ما أخفك حاتم كنت تقول ننتظر حتى لا شفتوا سيئة شفتوا سيئة شفتوا فهمت الحكاية واضحة الموضوع واضح بالنسبة لي أربع عملين وستة مئة ألف واحد قالوا لك نعم وقتها أغلبية المواطنين التونسيين أكثر من 18 سنوات تعطي الشرعية والمشروعية حاجة ثانية ما تنجمش تدخل استفتاء قبل ما تلتزم مسبقا في صورة ما جبت أربع عملين وستة مئة ألف واحد شو مش يصير هل ترى ينفذ مباشرة ولا يتعدى الانتخابات الجاية وتوجد الانتخابات الرئاسي إذا ما جبتش أربع عملين وستة مئة ألف واحد شنو بش يصير من جموش نمشو إلى مغامرة الاستفتاء دون معرفة مقالات الاستفتاء هذا قدام رئيس الجمهورية يحب يعملوا يعملوا بش يخرج تونس من وضع أزمة سياسية دستورية إذا ما يحب ش يعملوا ويقول لك لا حتى قبل من أربع عملين وستمين عدية وما نش مش نقول لكم ومش نعمل من بعد ونشوف على هذا وذلك ستتواصل الأزمة الدستورية في تونس